بتبدأ الحكاية الفين تمانية واربعين بعد قيام حرب نوعية بين البشر وتم تدمير معظم اشكال الحياة على الارض وابادة معظم سكانها واللي حصل ده يتسبب في كوارث طبيعية كتيرة جدا زي الفيضانات والعواصف الرملية وحاليا الجيش الامريكي بيحاول انقاذ ما يمكن انقاذه وبياخد مجموعة من البشر لقاعدة عسكرية خاصة علشان يحميهم ويحاول ينقذ البشرية من الانقراض ومن النجين الزابط ريكو زوجته ابي ويمنهم لوكاس وبيتجول بيتهم الجديد مع الدكتورة فيريا وهم في طريقهم بتعرفهم على عدد السكان في القاعدة واللي حوالي 3-3 وكل ده في سرية تمة وطبعا الجيش بيتم جدا براحتهم ورفاهيتهم بمنهم من البشر اللي باوقوا ليلين على الكوكب وبيديهم بيتواسع وجميل وخصوصا ان ريك في غاية الامية لان الجيش عنده لي مهمة في غاية الخطورة وتاني يوم بيوصل الدكتور مارتن وبيرحب بيهم في القاعدة وبيبلغ ريك ان بعد الاختبارات اللي عملها وقدرته على البقاء في اصعب الظروف الحياتية ايما كان في الجيش تم اختياره علشان يكون دن مشروع سري وخطير جدا المشروع ده تم التفكير فيه من الاساس بعد استنزاف موارد الارض من البشر ودخلهم في حروب واسراعات خلت الكوكب وبرعا كتلة من الدمار وفي خلال عشر سنين نص الكوكب هيكون غير صالح للحياة بعد خمس اشر سنة نص سكان الكوكب الباقيين هيموتوا من الجوع واللي مارتن متأكد منه ان البشرية بتنتهي اولادهم هيشوفوا نهاية العالم بعنيهم ولكن في امل واحد اصدهم وهو الامر تيتان اكبر اعمار الكوكب زحل والامر ده الوحيد في المجموعة الشمسية اللي ليه غلاف جوي ونظام بيئي بداي شبيه للارض في بداية الخليقة بس للاسف الميساني السائل هو اللي بيملأ البحيرات والمحيطات على الامر والغلاف الجوي مليم بغاز النيتروجين ودرجة الحرارة فيه بردة جدا وطبعا في الوقت الحالي ما يقدرش يعيش فيه للاسباب السابقة ده غير طبعا البيئة العدائية ودلوقتي علم الفضاء غير قادر على البحث عن خيار افضل ولكن علم الجينات عنده حل وبدل ما يخلو الامر صالح للحياة البشرية بالعكس هيسبوه زي ما هو وهيخلو البشر قادرين على الحياة في تيتان وينزبو البيئة بتاعتو ومع بعض التحسينات والتعديلات الانسان هيقدر يتنفس النيتروجين وينجو من البرد ويعوم في الميسان بكل سهولة ومن هنا هتبدأ نقطة انطلاق البشر من جديد للنجاة والتكاسر وتيتان هيكون بيتهم الجديد وبعد الشرح الكامل ده بيكون فيه بعض الحاضرين زي الدكتور لويس واللي مش فاهم لحد دلوقتي ازاي اجسامهم مش هترفض الى علاج والتجارب الطبية دي واللي هتأدي في النهاية لتطور البشر بالقوة وغصب عنهم وفعلا مارتن بيعترف ان الموضوع صعب وفي من اللي هتعمل عليهم التجارب هيفشلوا ومش هيكملوا ومع الاعتراض المستمر من لويس بيتطر ريك انه يتكلم ويوضح له ان التجارب دي مهمة مش لنجاتهم لا خالص ولكن لنجاة اولادهم والبشرية ومش مهم خالص لو ماتوا خلالها والجنود الموجودين حاليا في القاعة تم اختيارهم من وسط الالاف انهم اظهروا قدرات خاصة على النجاة في اصعب الظروف وفاهمين كويس معنى النجاة للارق البشري ومستعدي يحط حياته على ايده علشانهم وبعد نجاحهم في التجارب هيكونوا اول البشر اللي هتم ارسالهم لتيتان في خطوة تاريخية وفريدة من نوحة بنوح لاول مرحلة من التجربة والدكاترة بياخدوا عينات من المجندين المختارين وبتشرح فيريا لريك ان في الفترة الجاية هياخد اكتر من 300 جرعة هتغير من حمده النووي وجسمه بالكامل وكمان هتم تدريبه في نفس الوقت على حرق استخدام النايتروجين بدل من الاكسجين وفي المجتمع ده بتحاول العائلات الحياة بهدوء وسلام زي مم التعودين والمجندين بيستمروا في اغض الجرعات والتدريبات الاسية وبيعملوا برضو حفلات وبيتبسطوا وبيتعرفوا على بعض اكتر مع مرور الوقت وبعد الحفلة بليل بيتكون ابي سكرانة طينة ولكنها بتلاحظ ان ريك مجهد بطريقة غير طبيعية وتعبان جدا وبيتنفس بصعوبة جديدة للغاية لدرجة انه وقع على السلم فبتديله الدواء وبيتخليه يرتاح شوية وبيجي وقت الاختبارات الاشد اسوأ وبينزر ليك مع المجندة تالي تحت المية ومطلوب منهم يستحملوا اكتر وقت ممكن بدون ما يتنفسه وبيمروا اكتر من نص ساعة ولسه الاتنين عايشين وبيتعاملوا عادي جدا ومعدلاتهم الحيوية بتدل ان صحتهم كويسة وما فيش اي خطر لدرجة ان المرائبين ما كانوش يتخيلوا ان هيجي الوقت والانسان هيقدر يقعد الفترة دي كلها بدون نفس تحت المية ولكن تالي ما بتقدرش تستحمل اكتر من كده وبتنسحب من الاختبار وبتطلع فوق المية والدكاترة بيحيوها على نجاحها المبهر ولكن ريكل السعاد عادي خالص لحد ما بيعمل حاجة غريبة وبيفصل الاسلاك عن جسمه بيعوم بسرعة رهيبة جدا زي الدولفين ويمكن اسرع كمان ومن الواضح انه تطور اكتر من باقي المجندين وبيطلع من المية بعد مرور حوالي ساعة لربع في نجاحه السوري لدرجة ان مرتن مش مصدق اللي حصل وبالليل بينزل ريكة لشان يقوم في حمام السباحة مع ابي وشوية وبتلاحز على جلده بعض التغيرات الغريبة وبتظهر العروق بشكل مخيف وبتختفي وبتستمر التجارب وريك بيتحط له انبوب من التنفس في نسبة اكبر من النيتروجين والدكاترة بيرقبه كل شيء بيحصل جواه وفي نفس الوقت ابي بيتكون قاعدة مع صديقة ريني والاتنين بيكونوا خايفين من التجارب اللي بتحصل على ازواجهم ولكن بيحاولوا يطمنوا نفسهم بان اللي بيحصل ده مهم جدا لمستقبل اطفالهم وانهم ابطال وبيضحوا بنفسهم علشانهم ولكن بالليل بيتفوق ابي على صوت ريكو بتلاحز انه قلل درجة الحرارة في البيت بنسبة كبيرة لدرجة ما استحملتهاش ولما بتجري عليه بتلاقيه مش حاسس باي انخفاض في الحرارة وبالعكس ده كمان حاسس ان الجو حر ومش قادر يستحمله بيجيب التلج اللي في البيت كله علشان يبرد جسمه ومن الواضح انه بدأ يتطور اكتر علشان يستحمل جو تيتان واللي بيتسم بالبرودة الشديدة وتاني يوم بيجروا سوا وبيروحوا للمكان المفضل عند ريك واللي بيطل على منظر خلاب من الطبيعة والبحيرات وفي غاية الجمال والتجارب بتخش المرحلة جديدة والمجندين بينزلوا الحمامات السباحة فيها اكتر من 20% من الميسان السائل علشان جسمهم يبدأ يتاقلم على العوم في تيتان وكمان اختبارات الجري بيتنفسوا النايترو جين بنسبة اكبر وريك هو الاول في كل الاختبارات دي هو وبعض المجندين بما فيهم طالي وبيحاول يشجعها على السمود والتحدي وبالتأكيد في بعضهم بيفشل في استكمالها وجسمه بينهار والغريبين ريك بدأ يفقد نسبة كبيرة من شعره وبيطلع بسهولة في ايده على عكس الباقي وبتحصل حاجة اغرب بكتير وبطعم مجندة منهم على الارض وجسمها بيبدأ ينهار وما استحملش التطور وبيتمتقصة دعينيهم بطريقة بشعة بعد ما بتنزف من كل حتة من غير ما حد يكون قادر على انقاذها وطبعا المجندين بيحسوا بالخطر على حياتهم وبيتجمعوا في بيت ريك وبيتناشوا في التجربة كلها واللي متأكدين منه ان مارتن محتاج واحد او اتنين بالكتير ينجحوا في المشروع ده علشان يقدروا يورروا للحكومة ويعمموا التجربة اكتر والباقي مش مهم يموت او يحصلوا اي حاجة. واسناء العشاء بتلاحظ ابي ان المجندين كلهم بتظهر عليهم نفس الاثار الغريبة على جلدهم ووراهم بتظهر بطريقة بشعة وبتغتفي من تاني ومحدش فيهم ملاحظ ده غيرها وفجأة زين زوج ريني بيفقد السيطرة على عصابه وبيضربها بدون اي سبب ولما بيجروا عليه ويمسكوه بيلحظوا انه متغير تماما وجسمه بقى ياخد شكل تاني غير بشري وتاني يوم بيلاحظ ريك انه تعبان شوية وبتجي في فريا وبتقوله انه عنده بعض المشاكل في التحال ولكنه عادي جدا في المرحلة دي من التجربة والغريب انها بتجذب عليهم وبتقولهم ان البنت اللي ماتت بسبب حصوة في الكليا بالرغم من انهم كانوا واقفين وشايفين ومستحيل تكون ماتت بالسبب ده وبتدي له فريا ادوية الى جدا علشان تحسن من صحته ولكنه بيقضي اليوم تعبان اكتر ومنهار فبتشك ابي ان فيه حاجة غلط وبتاخد عينة من اللي استفرغه من غير ما ياخد باله ولكن اثناء ما بتتمشى في الشقة بعد ما بتدفن نور تماما بتكتشف ان فيه كاميرات صغيرة بترعبهم وانهم طول الوقت مسموعين ومتشافين بدون ما يعرفوا وبينزل ريك في حمام السباحة وبلاحظ ان جلده بدأ ينفصل عن جسمه بشكل غريب وبدأ يتاقلم بشكل اكبر مع التجربة والمشروع ولما بتلاحظ ابي التغير ردي وان جلده بالونه ابيض شاحب بتبدأ تخاف وبترعب اكتر لما بتلاقي ان شعره بيقع في ايديها وبسرعة بتحلل العينات اللي اخدتها وبيتلاحظ ان اللقصادها دي مش عينة لكائن بشري ولكن فيه شيء تاني موجود مش قادرة توصفه وبما ان الدوفي تيتانا علب كتير من الارض فلازم المجندين يقدروا يشوفوا بشكل افضل وعلشان كده مارتن بيزرع لهم تمن اضعاف الخلايا العصبية في عينيهم وبيغير شكل عدسة العين وبكده يشوفوا بشكل احسن بكتير لدرجة ان ريك هيقدر يشوف الليل بشكل ممتاز وبعد العملية دي بيقعد فترة حاطت شاشة على عينه وبالليل بيتعب جدا فبتاخده ابي وبتجري بيه على المستشفى وبيلوه ان عينه بدأت تنزف بشكل مخيف وما بقاش شايف وبسرعة بيخضوه على غرفة العمليات ولما بيجي مارتن بتتعصب عليه ابي بعد اللي عمله في جزهة وبتوضح له انها اكتشفت الكاميرات اللي زرعينها في البيت وهو بيوضح ان الحكومة هي اللي حطت الكاميرات دي لامانهم ولكنها بتصدموا انها اكتشفت لما حللت العينة بتاعت جزهة ان جواه فيه شيء حي وغير بشري وان المعلومة دي هو خبها عنهم وكمان ريك بدأ يتغير ولكن مارتن ما بيقدرش يرد على دلوقتي وبيسيبها وبيمشي وهي في قمة غضبها علشان يعالج ريك وبترجع البيت وهي منهارة وبتفكر في مليون حاجة ولكنها بتقرر تلم يهدمها وتسيب البيت وفي اللحظة دي بيتلاقي الجيش اصاد البيت وبيتحركوا عند جرانها وبينقذوا الاطفال وفجأة الزوج زين بيصرخ بطريقة غير طبيعية وبيشريني وبيحدفها من الشباك وبتوع ميتها ولما بتشوف زين بتتصدم صدمة عمرها وبتلاحظ شكله المخيف وانه بقى شيء تاني غير البشر والجيش بيقضي عليه وبيقتله وبتعرف ان ده مصير ريك وانه هيتحول كده بالزبط فبتجري على المستشفى وبتقعد جنبه ومش عارفة تامل ايه بالزبط في الكرسى اللي هتواجهها فبتقرر انها تكتشف اكتر عن اللي بيحصل حواليها وبتاخد الكرت بتاعه وبتخش عن طريقه للمناطق المحظورة وفي نفس الوقت بيوصل الى عقيد سولانو من قيادات الجيش علشان فيه اجتمام مهم مع بلايك من قيادات ناسا واللي عايز يقفل لمرتن البرنامج المتهور بتاعه لانه بيتمد على علم غير مزبط لأضرار وخيمة والتجارب من الاساس غير اخلاقية وسولانو عايز انهاي التجربة دي بشكل فوري وبتقدر ابي انها توصل لمكتب مارتن وبتلاقي فيه كل ابحاثه عن التغيرات الجينية اللي هتحصل في جسم المجندين ولكن الاهم انها بتكتشف اللي حصل للي ماتوا وزين اللي جسمه تغير بشكل كبير وبقى قوي لدرجة مخيفة وقتل ريني وفي شيء غريب بيحصل في حمدهم النواي وتاني يوم بيروح مارتن علشان يتكلم مع ريكو زوجته وبينلوم ان النظره هيرجع تاني بعد 24 ساعة ولكن بسبب عدم قدرة الدماغ على مواكبة التطور السريع هيحتاج وقت اكبر في التكيف وان اللي حصل لزين ان عقله ماستحملش اللي بيحصل وفقط اعصابه وانهم هياملوله عملية وايعلجوه وان ابي بتتعصب عليه وبتتهمه بالكتب وبتطلب منه يقول الحقيقة لانه مش هتستنى جزل حد ما يتحول لوحش مخيف فبيضطر يعترف لها انهم حقنوا المجندين بحمد نووي حيواني داخل اكسادهم علشان يساعدهم على التطور ويخلق جنس جديد من البشر وفي الحياة هو مش هارف ايه اللي ممكن يحصل لهم لدرجة انهم ببساطة ممكن يبقوا نوع هاجين من الزواحف والبشر ولكن اللي واثق منه ان ريكو محتاج عملية في خلال ساعات ولو ما عملهاش ممكن يموت ولازم يكملوا في التجربة غصب عنهم ويأملوا الابضل وبعد فك الشاشة عن عيون ريكو بقى يرجع يشوف تاني ولكنه بيقرر يحلق شعره بالكامل وينزل يغتص في حمام السباحة لفترات طويلة جدا وبيتصل بمرتن يبلغ انه بقى شايف كويس جدا واللي درجة ما كانش اتخيلها وانه في عز الظلام بيشوف ممتاز جدا وبيقوله انه مستعد يعمل العملية ويتطور بشكل كامل وتاني يوم بياخدوه هو والطالي واللي وصلوا للمرحلة دي من التطور والباقي لسه بيعانوا في مراحل سابقة للتجربة ومنهم اللي بيموت ولكن ريكو حاليا بيعمل عملية وبيحصل فيه تغيرات كاملة في جسمه وجلده واخد شكل مختلف تماما وبتنجح العملية ومرتن بيبلغ ابي بنجاح المشروع ونجاة زوجها ويطالي والمرحب الناها لما بتروح له وبتشوف ريكو بتلاقيه مختلف بشكل كامل بجلد ابيض شاحب مرعب وايد اربع صوابع بس وبدون اذن وبقى اشبه بالكائنات الفضائية اللي في الافلام وما بتقدرش تستحمل رؤيته بالمنظر ده وبيتخاف حيا ولوكاس وبيقول لها مرتن ان ريكو بيتواصل دلوقتي عن طريق موجات ما نقدرش نسمعها وعن طريق اللمسه بيفهمها ان ده لسه زوجها من جواه وانه يقدر يروح معها للبيت لحد وقت انطلاق السفينة الفضائية نحي التيتال وفي البيت كل شيء بالنسبة لها غريب ومش قادر حتى تبصله لما بتحاول تساعده انه يلبس هدومه بيدربها بقوة جدا بالغلط لدرجة انها بتقع على الارض وما بيبقاش قادر حتى يتكلم ويعتزل لها وبينلاها بتجري من قصاده وهي مرعوبة والمنظر ده بيخليه في حالة نفسية سيئة جدا وبيجري عنف المية زي ما متعود علشان يهدي من اعصابه وبتتفرج عليه ابي ومش عارفة الكائن اللي قصدها ده ايه بالزبط وفجأة بتلاحظ ان الطالي ظهرت في البيت وبتتواصل مع ريك عن طريق التخاطر واللمس قصدها والمصيبة انها قتلت زوجها والجيش بيكتشف الموضوع ده وبيدور عليها في كل مكان ولما بتشوفهم اني بتحس بالخطر وبتطلع تجري ولكنها بتلاقي الجيش وصل لعندها وبيبدأوا بحصار البيت من كل اتجاه والهجوم على طالي بالحقن المخدرة ولكن طالي ما بتتأثرش في الاول ومع اطلاق عدد اكبر بتقع على الارض منهارة ولما ريك بيشوفها بالمنظر ده والجيش بيحاول يمسكها من رقابتها ما بيبقاش عارف يامل ايه وفجأة بتقوم طالي ويديها بتتحول لسلاح مخيف وبتتل الزابط فبيضطروا يطلقوا عليها الرصاص ويقتلوها وسايتها ريك بيفقد اعصابه وبيجم على القوات وبيقتلهم كلهم في خلال لحظات بقوة مخيفة وبتجري عليه ابي وابناه وبيشوفوا بالمنظر ده وانه يتحول لوحش مخيف وبتبقى في قمة خفها وبعد ما بيقدر كريكل اللي عمله بيهرب بسرعة وبيتم اطلاق الانذار في القاعدة العسكرية بالكامل وبيتحرك سولانو مع القوات لشان يقبضوا عليه ويقتلوه لو استدعى الامر ولكن مارتن بيحذروا ان ريك ملكية امريكية وبقيمة تلتمية مليون دولار ولازم يجيبوا حي بدون ما يزيد وبتفكر ابي في المكان اللي ممكن يكون راح له ريكو بتفتكر المكان الخاص اللي اخدوا ليها وبتبقى متأكدة انه راح لهناك فبتجري بسرعة لحد ما بتقدر توصله وبتحاول تتكلم معاه وهي بتبكي وبتحاول تلمسه علشان يقرأ افكارها وتتواصل معاه وبالفعل كل واحد منهم بيفهم التاني وبيتكلمه سوى من غير ولا كلمة وبتحس ان اللي جوه الكائن ده فعلا زوجها بجد وبتقرب منه وفي اللحظة دي بتوصل طيارات الجيش وبتفوق ابي وبتلاقي نفسها في المستشفى وجنبها مارتن بعدما الجيش اضطر يخدرهم هما الاتنين وبيبلغ ان ريكو ابنها بخير وكمان ان ما فيش وقته ريكو هو المستقبل وقادر على النجاة في تايتن بس لازم يساعدوه علشان يوصل لهناك وكل خوفه انهم لو اكبروه على الذهاب لهناك هيفقد السيطرة على اعصابه ويتطروا يقتلوه ولازم يروحه هو مقتنع تماما باهمية وجوده على تايتن لما بتوصل ابي لمكانه بيتلاقيه محبوس في صندوق زجاجي ومارتن بيطلب منها تدي له حقنة معينة علشان تمحي ذاكرته بالكامل لانه متعلق بيهم بشكل كبير جدا ومش راضي يسيبهم ويسافر وبتعرف انها لو عملت كده مش هيبقى عارفها ولا عارف ابنه ومارتن شايف ان كل ده ملوش اي اهمية في الوقت الحالي وكله علشان المستقبل وانه كده كده لما يسافر مش هيرجع تاني وصدق اسرارهم بتاخد الحقنة وبيتخش لريك لوحدها واسنا ما بتحقنوا بيها بتلمسوا وبتتكلم معي عن طريق التواصل بدون ما حد يعرف وبعدها ريك بيفقد الوعي ولما بتخرج بتاخد فرية وبيغربوا من المكان وبيخش الجنود علشان يكتفوه ويخدوه للمركبة الفضائية وفي اللحظة دي بيكتشف مارتن انها ديت له حقنة تانية خالص وخدعتهم وفجأة بيفوق ريكو بيقتل الزابط وبيبدأ في ضرب الجنود وقتلهم واحد وراء التاني وبيتم اطلاق جرس الانزار في القاعدة العسكرية وبيتحرك الجنود وبيدوروا على ريكو است الزلاق ولكنه كان شايف كل شيء بطريقة ممتازة جدا وملاحظ تحركاتهم وبيهجم عليهم واحد وراء التاني بسرعة رهيبة ومن غير ما اي حد يشوفه اصلا وبتهرب ابي مع فريا وابنها وسط اطلاق النار الكسيف مع وصول قوات اكبر من الجيش وبتلاقي ابي ان ريكو مصاب جدا وفي حالة سيئة وبتجري فريا علشان تحاول تعالجه وتساعده ولكن جنود سولانو بيحصروا المكان بالكامل وبيمر مارتن الجنود انهم يطلقوا النار ويقتلوا الكل لو ما رحلتش مع ابنها دلوقتي ولما بترفض بيمر الجنود باطلاق النار فعلا على كل الموجودين ولكن محدش منهم بينفز الامر وسولانو بيرفض قتل ستات مش مسلحة ومعاهم تفلي صغير ولكن مارتن بيتعصب وبيقول له انا اللي سناعته ولو ما قدمناش نسيطر عليه لازم نقتله او احنا اللي هنموت بس سولانو بياخد قراره بيوجه سلاحه ناحية مارتن هو وباقي الجنود وبيعرف في اللحظة دي انه لو ما ترجعش هيموت وبتجري ابي وبتحضن جزهة وهي متطمنة وبيفتكروا سوا كل اللحظات الجميلة اللي بينهم وبقى الجزء البشري من ريك هو اللي مسيطر بشكل كامل وبيجيب لايك وبياخدهم كلهم بطيارة خاصة ومش مصدق ان مارتن ادر ينجح فعلا في تجربته وبيتكلم مع ابي وبيشرح لها ان ريك دلوقتي هو اللي بيديهم الامل في النجاح وانها تعتبر معجزة وهيوفر له رحلة امنة لتايتين بدون ما يفقد زاكرته او ينساهم وفي الوقت الحالي ناسا بتستعد العمل النسخة الجديدة من مشروع تايتين بعد اعتمادهم على مشروع ريك واللي دلوقتي موجود على الامر تايتين وعيش حياته طبيعي جدا بعد ما تكيف بشكل كامل مع الحياة هناك وبيمارس كل شيء كأنه مولود على الامر ده لدرجة انه بقى ليجن حتى يقدر يتير بيها فوق الجبال العالية ومنتظر وصول زوجته ابنه باقي البشر بعد ما يبقوا زيه ويكملوا حياتهم سوا في بداية جديدة للجنس البشري وبس كده بيخلص في الميناء اتمنى يكون اعجابكم ما تبخلش انا باللايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على اخير ومع السلامة